إذا تشنت بمستشفى أو بصيدلية أو بعيادة مريضية أو حتى بالبيت وقوم أحد الأطفال أنت تكعلاج عبارة عن شراب وقالت إشقد أنت منها الطفلي أنت بهذه الحالة راح تسأل عن وزن الطفل وحسب الوزن تكون الجرعة للأطفال تقول لها إشقد وزن الطفل تقول ما أعرف وزنت قبل فتاة ونسيت راح ترجع تسألها عن عمر الطفل أكيد تعرف عمره قالت مثلا عمر الطفل ثلاث سنوات أنت عرفت عمره ثلاث سنوات بس ما عرفت الوزن شلون راح تعرف الجرعة شراح سوي أكو قانون بسيط راح يحل هاي القضية اللي هو طريقة احتساب وزن الطفل تقديريا حسب عمره العمر بالأشهر أو العمر بالسنوات إذا العمر بالأشهر عمر الطفل بالأشهر زايد تسعة تقسيم اثنين عمر الطفل بالأشهر زايد تسعة تقسيم اثنين ثانيا إذا العمر بالسنوات إذا عمر الطفل بالسنوات شو نسوي عمر الطفل بالسنوات في اثنين زايدا ثمانية عمر الطفل بالسنوات في اثنين زايدا ثمانية سهولة أفضل من طريقة حفظ كل عمر والوزن مثلا الطريقة التقليدية مثلا إذا عمر الطفل ثلاثة إلى ست شهور يكون وزنه 5 إلى 7 كيلوغرام وإذا عمر الطفل 6 إلى 12 شهر يكون وزنه 7 إلى 10 كيلوغرام وإذا عمره 1 إلى 2 سنة يكون الوزن 10 إلى 14.5 كيلوغرام وإذا العمر 3 إلى 7 سنوات يكون الوزن 15 إلى 25 كيلوغرام وإذا عمر الطفل أكبر من 8 إلى 12 سنة يكون الوزن 25 إلى 40 كيلوغرام هذه طريقة طويلة وصعبة الحفظ وسريعة النسيان فاني جبتلكم هاي الطريقة البسيطة والمختصرة راح تختصر الطريق عليكم لا تنسوا لمشاهدة سلسة حساب جرعات الأطفال اللي بالقناة